الحمد لله الحمد لله والأرحم الراحمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريف له وليه الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقروتنا وقائدنا ومعظمنا محمد العبد والرسول رحمة الله بالعالمين صلواته الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطائرين وأصحابه الراشدين والتابعين وانتبعهم بإحسان وإخلاص إلى يوم الدين يا أيها الذين آمن اتقوا الله وكلموا مع الصادقين أما بعد فإن أصدق الحديث في كاف الله وقير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشرد أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فيا أيها المسلمون إن من أجل ما أنعم الله به على نبينا وقرة عملنا صلى الله عليه وسلم أنه سبحانه وتعالى أرسله رحمة لخلقه أجمعين وهذا عطاء جزيل اختصر به ربه عز وجل ولم يمنحه لأحد من الرسل قبله فقال عزم قال وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ يعني رحمةً لكل المخلوقات أثماء عياده وبعد مماته رحمةً للطائرين ورحمةً للعاصين ورحمةً للمؤمنين ورحمةً للكافرين ورحمةً للمنافقين ورحمةً للجن والإنس والدواب والطير والشجر قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إنما أنا رحمةً مهدى وقال صلى الله عليه وسلم أنا محمدٌ وأحمدٌ والمطفِّ والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة كان صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رحيماً رحمةً خاصة بالهداية والشفاعة يوم القيامة والرقفة والنين وخفض الجناح قال تعالى ومنهم الذين يؤذون للنبي ويقولونهم الوثم والأذن الخير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمةً للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم وقال جل شأنه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين ورحمة الرحيم حريص على أن لا نعصي الله تعالى يخاف علينا من عذاب الله حريص على أن ندخل الجنة ونكون من الفائزين حريص على أن لا نكون من أصحان النار وقال عز وجل عن دين وعفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته للمؤمنين ومما رحمةٍ من الله لنت لهم ولكن تفضاً غليظ القلب لم فتروا من حولك وكيف لا وهو الذي قال فيه أبه عز وجل وإنك دعالاء خلق عظيم كان صلى الله عليه وسلم لحث المسلمين ويأضرهم بالرحمة فكان يقول من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا وكان صلى الله عليه وسلم يقول من لا يرحم من لا يرحم لا يرحم أبه عز وجل واحدة من المسلمين الذي يبقى الله سبحانه وتعالى يمنعنا على نفسنا صلى الله عليه وسلم هو أن الله يسرعه كبيرنا للتعرض وكان هذا محباً يمنعنا على الله سبحانه وتعالى يمنعنا علىه الذي الله لم يدع يمنعنا على أي من المسلمين قبله صلى الله عليه وسلم الله قال ونحن لديك يا محمد سيطر كما محباً إلى العالم هذا محباً يمنعنا إلى كل الناس في حياته وفي حياته وفي حياته الناس صلى الله عليه وسلم قال يا محمد أنا محمد أمم 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 أخير من الناس في دن رسورة عبقى والعبقى والعبقى وكان أخير وخام بيشانة بيشانات وقال حرمًا والخطى الله يقول وكما أحدهم بالمسكرة بقول إنه يستمع لكل شخص. قلت يا ربي ، إنه يستمع لما يحب لك. إنه يؤمن الله. يمتع في المؤمنين. وهو مرحلة للمؤمنين الذين يؤمنون فيك. الذين يسمعون الله's messenger سيكون يتعرض بمشاكل مدرسة. وكما يقول الله أيضا إنه يأتي لك مرحلة من منك. يقول لكم إنه يأتي لك على عضوية لك. وعنشة لك. وعنشة للمؤمنين. ، إنه يأتي لك. إنه يأتي لك. ونهى عدد بعض المدرسة. إنه يأتي لك. إنه يأتي لك. يأتي لك. عن النبي صحيحة المعبوة إنه خطة من الله أنك أصبحت لهم أنك أصبحت لهم إنك أصبحت أو أصبحت لقد ستبقى لكي يتبقى كيف يمكنك أن تكون أخرى يا أبي وردين عندما يقوله إنك أصبحت شخصة مهتمة النبي صلى الله عليه وسلم كما تبقى ورسول المسلمين أن يكون مرسلين ومعباردين قاله أي شخص الذي لا يظهر مرسل لنا أو لا يظهر الناس ورسلنا هو ليس نفسنا أيضا قال أي شخص الذي لا يظهر مرسل سيكون مرسل ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمة للجميع قال رحمة للكافرين بكونه سبقا لتأخير العذاب عنهم قال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وكان صلى الله عليه وسلم رحيما بهم بالعفو عنهم حيث قال للمشركين الذين آذوه وأصحابه أيما النداء قال لهم يوم فتح مكة اذهبوا فأنتم الطلقاء وكان صلى الله عليه وسلم يتألم ويحزن حزنا شديدا حتى يداد أن يموت من الحزن عندما يرى أغلاط الكافرين عن الإسلام ويشهد لذلك طوله عز وجل لعلك باحر نفسك على آثانهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا وطوله جل شأنه لعلك باحر نفسك أن لا يكونوا مؤمنين وقيل له ذات مرة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا على المشركين فقال إني لم أبعث لعانا وإنما دعث رحمة هذه شفقته على الكافرين وكيف بشفقته على المحبين والذين بالصلاة عليه من المكثيرين اللهم اجعلنا منهم يا رحم الرحيمين المصدر محمد رحمة الله على السلام كانت بالسلام بشفقته هناك لأنه هي نحتاجة إلى استطاعها الله سبحانه وتعالى قلت إلى الدول وخبرهم بشفقتها ويلا يستطيعهم أعقالهم دون يصبح نامهم ويلا يستطيعهم لا يستطيعهم حاليا بدون انهم مفققته المصدر رحمة سبحانه وتعالى لهم ادعى باستخدامهم باستخدامهم. في اليوم القميسة في مكة، مثلاً، يقول لهم الذين يحضرهم وهمهم، يقول لهم، لأنك سبقًا. صلى الله عليه وسلم أفضل عبارة ومعبارة إلى أنه حقًا قد يموت من الضوء، عندما ترغبت الإسلام من المؤمنين. هذا هو أعتدد من الله عندما قال الآن ربما أنك يا ربي فرغبتك حتى يشعرون نفسكم على ذلك الإسلام إذا يستمروا إلى تشعرون إلى المساجة. الله سبحانه وتعالى وعلى أكثر قد قال ربما أنك يا ربي فرغبتك حتى يشعرون نفسكم على ذلك على ذلك الإسلام. عندما كان البيت صلى الله عليه وسلم تسأل أن تسأل المؤسسين لكنه يسأل لقد أصدقل لأسل المؤسس أقل لقد أصدقل لأسل المساعدة إذا كان هذا هو إليه من التسأل المؤسسين لأجهدين الذين يحبون المؤسسين لأجهدين تسأل أن تسأل المؤسسين لأسل المؤسسين يجب أن يكون لأجهدين الذين يحبونه ويسأل المؤسسين علىه صلى الله عليه وسلم ويأم الله أكبر منهم جاء صلى الله عليه وسلم رحمة بالمنافقين أيضا بملحهم الأمان من القتل رغم معرفته بهم وبأسمانه التي كان أعطاها حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وكان صلى الله عليه وسلم رحمة حتى بالطير وبالحيوان وأنتم تذكرون أحبتي في الله قصة الطائر أو الأسفورة التي اشتكت بالنبي صلى الله عليه وسلم ممن أخذ فراقها فأمر برد فراقها إليها وبنصة الجمل الذي اشتكى له سرعة معاملة مالكه فأمره بالكف عن ذلك صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم رحمة في حياته وهو الآن رحمة بعد مماته قال صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبل نبيها قبلها فجعله لها فرقا وسلفا بين يدها وإذا أراد الله هلكت أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو حي ينظر فأقر عينه بهلائها حين كذبوه وعصروا أمره فقال ابن عباس رضي الله عنهما كان محمد صلى الله عليه وسلم رحمة لجميع الناس ومن تبعه كان له رحمة في الدنيا والآخرة ومن لم يتبعه عوفيا مما كان يوتلا به ساره الهمم من القصف والمسخ والطكفين الرافت صلى الله عليه وسلم كانت محمد صلى الله عليه وسلم حتى للحيبوكريات بإعطاءهم محافظة من المتخلقات ومن المتخلقاتهم ومن المتخلقاتهم ومن المتخلقاتهم التي يتعطي أو تتعطي لهدفة أخي يمان الله يتعطي معه صلى الله عليه وسلم كان يتعطي حتى للحيبوك وعنائك كما تتذكر قصة هذا المدين الذي يتعطي إلى الرافت صلى الله عليه وسلم عن أخذ 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 موضوع إدفع أخذ 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 المتخلقات far behind any precedent for them and when Allah intense destruction of the nation he then afflicts them while their prophet is alive so that so that he witnesses their destruction when they reject him and disobey his command it no正 may Allah be pleased with him and his father said Muhammad s.a.w. who is a mercy to all people who ever followed him would receive mercy وفي كل ما يأتي وكان شخص رحمه وكان أمره رحمة وكان نهيه رحمة وكان زجره رحمة وموعظته رحمة وكان وجوده في الناس مؤمنهم وكافرهم رحمة وأمانا لهم من عذاب الاستيصال ومن الخسف والمسخ والغرب وكانت رسالته ولا زالت صلى الله عليه وسلم رحمة ودعوته رحمة وشريعته رحمة أحكامها رحمة فرائدها رحمة أسنوناتها رحمة مقرهاتها رحمة وحرماتها رحمة وحدودها رحمة وهي باقية غير مقيدة بزمن كاملة مستمرة شافية وافية صالحة وكل زمان ومكان ونبيهها صلى الله عليه وسلم رحمة ومن خرج عنها وعن تسكولها وهو القرآن وسننها ورقع كبعناه والنكد والضنك ورقع في النكمة والانحراف وصار قريبا للشيطان وأهلا بدخول النيران قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحصره يوم القيامة أعمى وقال عز من قائم ومن يعش عن الذكر الرحمة نقيد له شيطانا فهو له القريب أي أنصار أو سنهل other than the Messenger of Allah was a mercy in everything and in all what he did his character was mercy his commands were mercy his provisions were mercy his admonitions were mercy his mere presence among people as a mercy for believers and disbelievers alike were by them them safety from calamities such as being swallowed by the earth أو تتبير باطلية أو تترضى حولهم وحفه كيفẻ رئيس كيفره الله كان كل منك وهي اجراله و شرية الـ حقه حقه تعلمه كان كل منك مواتهriedه كان كل منك اقتراده كان كل منك ايها محلوقاتهم كان كل منك وايما كان كل منك وكان كل منك كان مرساً. إنه يبقى حقاً وإنساناً وإنساناً بوقت الوقت، محاولة، محاولة، وإنساناً لأكل عامة ومكانة. النبي صلى الله عليه وسلم كان مرساً مرساً الله سبحانه وتعالى. كان مرساً مرساً مرساً. وكل شخص يتبع من المعلمات رسول الله أو من الوصول الله، وهو القرآن وشخص رسول الله ستبب على تغيبات ومقارن، تجربة ومقرات. ومن ثلاثة إلى ساتن. استردد أن يأتي بحراء وصول الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى، من يخلق من الانتقالي ، حقاً، ستحتت طرح شراء. ونحن ستحصله بمطل على يوم السورة. وقال الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى، عسى إلى إذنه عمد من القبولًا عن النقاط المتحيل، نحن نطمئ ل style لقائمه بما صحيحاته. يا الله، يا فرسما، يا لبنا العساب السيداء الأولى، يا رسولينا، سعيدنا لنطلبك لقطودك بماك، غباء نفسنا، Blessings by which you forgive our sins, cover our flaws, fulfill our hopes, fulfill our needs, and grant us mercy. ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون أقولوا ما تسمعون وأستغفروا الله لي ولكم تستغفروه إنه هو الوقوع الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا من هدانا ضعف وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريف له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وخير خلقه وأكرمه وأتقار لله الرحمة المهدى والنعمة المسدى صلى الله عليه وآله وصحبه ومن ولاه يا أيها الذين آمن اتقوا الله وانتقوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعملهم تفرحون أما بعد فيا عباد الله هذا هو رسولكم الكريم صلى الله عليه وسلم رحمة الله المهدى ونعمته المسدى حسكم ربكم عز وجل على متابعته وعلى طاعته وعلى الانتداء به والتخلق لإخلاقه وقال عز وجل وقد كان لكم في رسول الله بسوة حسنة لمن كان يركم ضاها واليوم الآفر وذكر الله كثيرا وقال تعالى راطعوا الله راطعوا الرسول فإن توليتم فإننا على رسول من ملاغكم منه فإذا أردتم أحمتي في الله أن يرحمكم أن يرحمكم ربكم راطعوا الله ورسوله لأن الله يقول راطعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وإذا أردتم أن يرحمكم ربكم فاسألوه الرحمة والمبشرة لأن الله يقول لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون وإذا أردتم أن تكون رحمة الله قريبة منكم فكونوا من المحسنين لأن الله يقول إن رحمة الله قريب من المحسنين وإذا أردتم أن ترحموا فاستمعوا وأنصدوا لهذاك ربكم حين يقرأ قال تعالى وَإِذَا قُرِ الْقُرْآنِ فَاسْتَمْرُوا لَهُ وَأَنْصِدُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَإِذَا رَدْتُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ رَبُّكُمْ أَرْحَمُوا أَنْفُسِكُمْ بِحَثِّهَا عَلَى الْقُعَى وَنَهِمْهَا عَلِ الْمَعْصِيَةِ وَارْحَمُوا خَرْضَ اللَّهُ ارْحَمُوا الفَقِيرُ وَالْمَسْكِين وَالْأَرْمَنَةِ وَالْضَّعِيفُ وَوَقِّنُوا كَبِيرُ وَعَالِلُوا الجَّمِيعَ بِالرَّحْمَةِ وَالْرَأْثَا وَالْحُسْنَةِ وَالْحِمَّةِ وَعَرَى صلى الله عليه وسلم أَرَّاحِمُونَ يَرْحَمُّهُمُ الرَّحْمَانِ إِرْحَمُوا من في الأرض وَإِرْحَمُوا من في السَّمَاء All believers, this is your noble messenger صلى الله عليه وسلم The mercy from Allah bestowed upon you والبنسطة والبنسطة للتعامل لك يا ربك العميدي لقد قررتك لتبعه صلى الله عليه وسلم أبدا البيت صلى الله عليه وسلم لقد قمت بإمكانه وقد قمت بإمكانه بإمكانه الله العميدي قال هناك لك في المسجر الله جيد لكل يجب في الله وخصيد نهاية والقامل اللهم وتمت plan وإذاً اذاً لك جائبتك لك أن تتبعون انك تق Love فإنه وإنه وقام الله فإنه قام الله وإنه وقام الله وهو فإنك فإنك يمكنك رضاء رضاء وإنك فإنك رضاء رضاء وفتوف صلح فإنك رضاء وفتوف رضاء الله سبحانه وتعالى قال وإن كنت تردت أن تكون بإطلاع فيمكاتهم ، فإن تشاهدوا بطبع في العدل الله لكما تشاهدوا بطبع في الصبر الله أقول الله إذا كانت تشاهدوا بطبع في الحرم ، إذا تكتبوا بطبع فيه فإن تفاهدونها وإن تقدم بطبع فيه وإذا كنت تريدك لأطفالك جهازكي فيك ، فإذا تضح بطبع في منطقنا الشعور من قرائف للاس النقاط كنقاط وخلط لنتغيب عن النقاط في كون الحال لأدليين من الله ات satisfying للذان Vicente لنهي الت pueblo لع社 Rohع Panel لنهي تissonف لنهيب لنهيين ونحن你說 التقط那 وكاتب هل أتباع بخلق بறقا شاهد لمرض للعرض and the one above the heavens will ensure mercy to you. واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا ولا فينا ولا منا شقيا ولا محروما. وهما إنا نسألك موجبات رحمته وعزائي من غفرته والسلامة من كل إثن والغنيمة من كل جر اللهم لا تدعنا دمنا إلا بفرده ولا عيبا إلا استفرده ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شكيته ولا ميتا إلا رحمده ولا حاجة من حوائج الهنة والآخرة هي لك رضا ولنا فيها فلاح وصلاة إلا قضيتها ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحسن أخلاقنا ورسل أرزاقنا واختم بالصالحات أعمالنا واجعل إلى الجنة مآلنا وهما صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا من الله الأمم العدل والإحسان ونتانا بالقربة وينهى عن الفحشاء والمكة والبر يا عيبكم يا عالكم متدفرون وذكروا الله لكفركم وشكروه على معي لنزلكم ولذكر الله أكبر مَنشورة أفضل من الغرام سلام الله أكبر الله أكبر شارل إله إلا الله شارل محمد رسول